جيداً يا أسترائي أنا أعلمك العلمية حيند خالص في أليكسس سكيندري سكولة 4 بوئيز هذه اللسنة هي 4-1 مساء الخير طلاب أنا مدرسة اللغة الإنجليزية في ثانوية الأقصى الإهلية للبنين هذا الدرس الصف الأول المتوسط درسنا لهذا اليوم هو الوحدة الثانية الدرس السادس والسابع ليش الدرس السادس والسابع؟ إنهو اثنينتهم على نفس القطعة فلهذا نأخذه بالستودنت بوك وبالاكتب جي بوك التمارين اللي تخصها الآن افتح كتاب الطالب الكتاب الملون على صفحة 17 خلينا نتعرف شنو يعني مدارس مختلفة بها القصة عندنا ويهاف 2 بوئيز عندنا أولاد اثنين ويهاف ياسر وانسايمون هس نتعرف على القصة اللي دارت ما بين هذولي مساء ما وفي أحد المساءات ياسر كان يلعب في المنتزه لقد كان شهر الـ 12 كانون الأول وقد كان الجو عاصف ولد آخر كان يلعب على لوح تزلج كان يلعب وحيدا لم يكن من العراق يعني هذا اللي نستنتجه ياسر he's Iraqi boy ولد عراقي هذا ياسر هذا he's not from Iraq هو مو من العراق لنحن نميز دائما شافين انه يبين العراق يتعرف مو من العراقي زيان فهذا الولد العراقي حاب يتعرف على هذا الولد تعرفون لقد نروح التعرف على آخرين جللي hello said ياسر my name's ياسر where are you from جللي hello اسمي ياسر من أين أنت تم منين the other boy was from England and his name was Simon الولد الآخر كان من إنجلترا واسمه كان Simon my father works in Basra والدي يعمل في البصرة he said I'm on holiday here وأنا في عطلة الآن يعني ياسر from Iraq Simon from England ليش سايمون جاي لأن أبو يعمل في البصرة he works in Basra وش بيو he has a holiday now زين he is on holiday وهس هو بعطلة on holiday said ياسر ياسر تعجب كلا بعطلة ليش تعجب ياسر شوفوا حد علامة تعجب لأن إحنا قلنا ديسمبر شهر الـ 12 وإحنا معروف عليه قدنا بالعراق إنه شهر الـ 12 يكون موسم مدارس مو صحيح بأكثر دول العالم إنه شهر الـ 12 هو موسم الدراسة don't you go to school قال إشتما تروح لمدرسة yes says Simon but we have holidays now قال لا أروح بس إحنا عدنا عطل أهسة holidays in December سيد ياسر قال عطل فيه كانون أول بشهر الـ 12 بديسمبر Simon كان يقع Simon يشرح للنظام عندهم there are three terms in the school year in England قال لدينا ثلاثة فصول دراسية خلال السنة الدراسية في إنجلاند terms معناها فصول دراسية هذا النظام الفصول الدراسية اللي هو terms شنوه؟ أنه طبعاً يختلف من دولة إلى دولة terms يعني ممكن يحتوي على أكثر من على أكثر من فصل دراسي يكون خلال فترة زمنية محددة يعني شو من أي شهر إلى أي شهر وتتخلل من خلاله العطل وعن ممكن أكو بيها دول عدوهم ثلاثة فصول دراسية يكو قسم أربع فصول دراسية حسب فهنا بإنجلان they have three terms عدوهم ثلاثة فصول دراسية the autumn tier الفصل الدراسي لموسم الخريف the spring tier الفصل الدراسي لموسم الربيع and the summer tier الموسم الدراسي لفصل الصيف the students have two weeks holiday after Christmas on two weeks holiday in spring الطلاب لديهم أسبوع عين عطلة في الكريسمس وأسبوع عين عطلة في الربيع إلى حد أن كم أسبوع عطلة صار عدوهم four weeks holiday أربع أسابيع للعطلة they also have six weeks holiday in summer وأيضا عدوهم ستة أسابيع عطلة في فصل الصيف صار إلى حد أن جيد ستة واربع عشرة تين ويكس السنة الدراسية تبدأ في الشهر التاسع أيلول سبتمبر يقول لو إحنا عدنا عطلة أسبوع عطلة وبمنتصف كل فصل دراسي إحنا قلنا كم فصل دراسي عدوهم عدوهم ثري زين منا ثري ومنا كتين قصر ثير يعني مجموعة العطلة خلال سنة الدراسية ثلاث أسبوع زين وقال لو هاي العطلة اللي يصير بمنتصف كل بمنتصف كل فصل دراسي إنسمي half term holiday إنسمي عطلة منتصف الفصل كم عطلة منتصف فصل عدوهم ثري how many half term holidays ثري زين سايمون آدد وسايمون أضاف what about you زين وانتو شون النظام يعني عدوكم يا قصود قال we don't have terms we have semesters قال احنا ما عدنا نظام terms we have semesters إنت إذا تروح للقامس رح يطلع لك terms فصل دراسية وال semesters أيضا فصل لكن شنو الفرق ما بين هذا وما بين هذا التير مسرح تلكم يا شون صير أما semesters شنو semesters فصول الدراسية هو عبارة عن نظام نصف السنة semesters هو النظام الدراسي اللي يتكون من 6 إلى 8 أشهر ويقسم السنة الدراسية إلى قسمين يتخلى لسنة الدراسية عطلة نصف السنة فقط يعني يقسم إلى كورسين يعني هو النظام اللي عدنا بالعراق زي ياسر وبدأ ياسر قال لي بعض من عطل عدنا في نفس الوقت كل سنة يعني فشي ثابت قال لي على سبيل المثال عيد الجيش العراقي معروف أن عيد الجيش العراقي كل سنة يصير 6 جينيوري كل سنة يصير 6 كانون شي ثابت هذا كل سنة لكن بعض العطلة تكون في أوقات مختلفة كل سنة زي إلى حد الآن كمنا قصة فهمناها أنه قصة دارت ما بين two boys ما بين أولاد اثنية ما بين the Iraqi boy ياسر and the English boy Simon وكل واحد شرحنا على النظام عدهم بإنجلاند النظام عدهم terms in Iraq النظام system هو شنو السم استهرز هسا ننتقل خلينا أخذ أونيكم الكلمات الجديدة لهذا اليوم different مختلف park منتزه متنزه skateboard لوح تزلج alone وحيدا explained شرح terms فصول دراسية وهي عبارة عن فترة زمنية محددة تختلف حسب كل نظام دراسي وعدد الفصول الدراسية semester فصول دراسية هي عبارة عن نظام نصف السنة يقسم السنة الدراسية إلى فصلين ويتكون عادة من 6 أشهر أو 8 Iraqi Air Force قيد الجيش العراقي now we move to activity book on page 21 الآن ننتقل إلى الكراس إلى صفحة 21 here we have lesson 17 شوف هسا بدينا الدرس السابح هو عبارة عن 6 قطعة اللي هسا شرحناها زيلا نجي number one يقول لك what season is it بأي موسم حدثت احنا قلنا هي صارت بديسمبر صارت بشهر 12 شهر 12 شوية موسم من المواسم احنا عدنا we have احنا نعرف we have four seasons عدنا احنا أربع مواسم هي winter spring summer autumn زيلا هس القصة what season is it winter ما عرف شهر 12 ووينتر شتاء two who's Simon playing with مع من كان يلعب سايمون nobody لا أحد تقدر تكتب alone وحيدا كلها صحيحة زيلا three who speaks first من تحدث بلداء من بدل حتي بهم the Iraqi boy أكيد هو ياسر four who's on holiday من اللي جايب عطلة Simon زيلا five what are the three parts of the school year in England called يعني ش نسمي النظام الدراسي بإنجلان terms زيلا six how many half term holidays does Simon have in a year كم عطلة منتصف فصل عندهم سايمون كدنا هو كم فصل دراسية عندهم ثلاثة كم عطلة منتصف فصل على العدد الفصل اللي هي three ثلاثة seven how many weeks holiday does Simon have every year كم مجموع العطل خلال السنة الدراسية على السايمون احنا من جمعناها صارت 13 صارت 13 اسبوع 13 week تمام من هنا نزيلا نجح exercise b تمرين b هو punctuation عبارة عن تنقيط يقول لك look at page 17 again what kind of words began with capital letters where do you need to add commas now write this paragraph correctly احنا التنقيط طبعا ما اخذي سابقا من طايتكم يا فلهذا اليوم نقض علامة التنقض هي عبارة عن capital letters commas وال false stops عبارة عن حرف الكبيرة النقاط و الفوارز زيلا خلينا اجيان ياكم سوا my parents my sister amel and i sometimes go to london in winter نعرف بداية كل جملة اللازم نصر capital letter my parents والد my sister amel and i مادام دا يعدد اذا نخلي commas نخلي فارز سفلة فصير my parents my sister amel amel اسم صير capital letter and i احنا نعرف في ال i وين ما يكون موقع بالجملة سواء في بداية او وسط او في نهاية الجملة لازم تيجينا بيا حرف لازم تيجينا capital letter زيلا دخلي نكمل and i sometimes go to london london in winter عندنا london هي مدينة المدن لازم ايضا capital letter فاصر london in winter بداية الجملة صير w ايضا capital letter فاصر we leave iraq iraq ايضا capital letter in december december month باتيبار هو شهر اذن الدي لازم صير capital and say in england england country ايضا l-e capital for five weeks we w capital always come back for the iraq forces باتيبار هذا عنوان يعتبر وعطلة كلها ب capital letter that's in january 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 هو شهر اول ايضا month هو شهر فايضا نكتب ب capital letter this year it was on when is day when is day اللي هي day of week يوم من ايام الاسبوع اصر capital letter so we had a long weekend when is day thursday and the friday ايضا نكتب ب capital letter كل اللي نصحح حمول بانك شو اش بتنقد كلها خليت لك جوا ها خطوط تبع حزين وشوف كلها مهمة تجيك منها بالامتحان زين now now we have reached the end of our lesson for today i hope that you get benefit of our lesson for today please if you have any question please write for me اذا عدك اي سؤال او استفسار او ايشي مواضح يكتبولي ان شاء الله اجاوبكم عليه now have a good day bye bye